اعتبر المبعوث الاممي ستيفان ديمستورا ان سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي مرجحا عودة تنظيم داعش الارهابي اليها اذا لم يتم التوصل الى التسوية السلمية شاملة واضف ديمستورا في كلمة القاها في معحد دراسة العليا في جنيف ان الحقيقة تكمن في ان التقسيم الهادي لسوريا والذي مرت عليه فترة زمنية طويلة وما نراه في الوقت الراهن من فقدان السيطرة على مناطق مختلفة في سوريا سيكون له تأثير كارثي ليس فقط على سوريا بل على المنطقة باسرها واكد المبعوث الاممي ان التسوية الشاملة الازمة السورية لن تنجح دون مشاركة المستبعدين وخاصة الاغلبية السنية